ده يعني الأوقاف وصلت أنها شرحت بالتفصيل في البيان كل اللي جرى في مسجد الإمام المراغي في حلوان فهنا لهو مش معقول طب أنا عايزي روح لحاجة بقى مما أن احنا ذكرنا هذا الموضوع وهذه الواقع هل يصح أنه يكون الإمام صوته مش حلو أو هل يصح أنه يقرأ علينا القرآن وهو لا يعرف قواعد القواعد والتلاوة لا 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 خطو هل يصح أنه يقوم علينا المؤذن بصوت غير جميل غير مليئ جاش لا يعني شوف حضرتك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما جاء النهاردة يجمع المسلمين على إمام واحد ما جابش أي حد أو كان ممكن هو يصلي إمام بصفته أمير المؤمنين ولكن انطق الصوت فأوكل إلى سيدنا أبي بن كعب كان ندي الصوت هقول لك المفاجأة المفاجأات النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاي يختار مؤذن لما اختار بلال مع أن بلال أعجمي بينطأ السين قريبة من الثاء صدق لكن هو لما قال اختار علل قال هو أندى منك صوتا الله فإحنا بنسق في دولتنا في حكومتنا في وزارة الأوقاف في التوجهات ولابد أن يكون عندنا يا ربنا ألعنه الآية الأخي الآية 128 فصورة يوسف قل هذه سبيل أدع إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الله الله